نيلي كرويس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الملف الرقمي قالت إن الجنون الاقتصادي لرسوم تجوال الهاتف النقال ضر ليس فقط بالمستهلكين ولكن بالشركات أيضا تصريحات كرويس تأتي بالتزامن مع إصدار المفوضية الأوروبية نتائج أحدث دراسة بيّنت أن 47% من المواطنين الأوروبيين لن يستخدموا الانترنت عبر الهاتف النقال في بلد آخر 9 من أصل 10 قالوا إنهم لن يستخدموا البريد الإلكتروني كما يفعلون عادة في المنزل أكثر من ربع المستطلعة أراؤهم يطفئون هواتفهم تماما أثناء تواجدهم في الخارج بينما يتخلى ملايين عن المكالمات ويتحولون إلى التواصل عن طريق الرسائل النصية فقط